موسيقى السلام عليكم ورحمة الله نشرة أخبار الساعة الواحدة من قناة مرابطون نستهلها بالعناوين الوزير الأول الموريتاني يقول إن تمكين الشباب والاهتمام به يعتبر رهاناً حقيقياً ويدعو إلى كسبه من أجل تحقيق التنمية موسيقى ثلاثة مواضيع رئيسية على طاولة مؤتمر منتدى الشباب الإفريقي لتنمية والسلم المنعقد بالعاصمة وكشوط على مدى ثلاثة أيام ارتفاع وطيرة الحوادث في موريتانيا خلال الآوينة الأخيرة وحادث سير بن واكشوط يخلف قتلاً وثلاثة شرحاً موسيقى أهلاً بكم إلى تفاصيل هذه النشرة قال الوزير الأول الموريتاني يحيى الحدمين إن تمكين الشباب والاهتمام به على كافة الأصعد والمستويات يعتبر أكبر رهان أمام الأمم والشعوب اليوم وذلك باعتبار الشباب الرافعة الأساسية لتحقيق التنمية وضمان استدامتها وأضاف والحدمين لدى افتتاحه أعمال منتدى الشباب الإفريقي لتنمية والسلم المنعقد بالعاصمة وكشوط إن الاهتمام بالشباب يحتل أولوية في برنامج الحكومة الموريتانية لا مراء في أن أكبر رهان ينبغي على الأمم أن تكسبه اليوم يتمثل في الوصول إلى تمكين حقيقي للشباب على كافة المستويات وفي مختلف الأصعدة لوصفه الرافعة الأساسية لتحقيق كل تنمية والخطة الأمامية في الدفاع عنها وضمان استدامتها من هذا تنبع العناية البارقة التي أولاها من أول يوم فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد العبد العزيز للترقية هذه الذئة التي تحتل مكان الصدارة في كل اهتماماته ومن أجل ذلك نجد أن برامج وخطط الحكومة يتصدرها توفير التعليم والتكوين الناجعين للشباب وإنجاز ما يحتاجه من وسائل غياطة والترفيه وضمان بلوجه إلى الشغل من ناحية أخرى تحتضن العاصمة واكشوت على مدى ثلاثة أيام مؤتمرا إقليميا لشباب الإفريقي يناقش مواضيع تتعلق بالهجرة والإرهاب وأهداف الألفية في مجال التنمية بمشاركة حوالي 250 شابا يمثلون بلدان عربية وإفريقية مختلفة المؤتمر منظم من طرف منتدى الشباب الإفريقي لتنمية والسلم بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة في موليتانيا تفاصيل أوفا نتابعها في سياق التقرير التالي الهجرة والإرهاب والتنمية ذلاثة مواضيع على طاولة نقاش منتدى الشباب الإفريقي للتنمية والسلم المنظم في قصر المؤتمرات بالعاصمة واكشوت بمشاركة 250 شابا يمثلون بلدان عربية وإفريقية مختلفة فذلاذي الإرهاب والهجرة والتنمية لا يشكل تحديا لشباب إفريقيا وحسب وإنما بات معضلة تواجه بلدان القارة وتهدد أمنها واستقرارها في الحاضر والمستقبل وسبق لنواكشوت أن احتضنت في ذات القصر العديد من القمم والملتقيات الإقليمية وشبه الإقليمية ناقشت ذات المواضيع وخرج المشاركون فيها بتوصيات يرونها الوصفة المناسبة للقضاء على داء القارة المثخنة بعديد الجراح لكنها لما تتعافى بعد من ذلك تريد نواكشوت وهي التي كانت تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي أن تظل حاضرة في الشأن الإقليمي خصوصا منه ما يتعلق ببلدان الساحل والصحراء ومنظمة استثمار نهر السنغال حتى بعد أن غادرت رئاسة الاتحاد لذا فقد ظلت تستقطب المؤتمرات الإفريقية من حين لآخر ويأتي احتضان واكشوت هذه المرة لمؤتمر إقليمي شبابي في ظل ما يقول أنصار الرئيس محمد العبد العزيز إنه اهتمام رسمي بالشباب تمثل في عقد لقاء مباشر جمع الرئيس بالمئات من هؤلاء وإصدار مرسوم رئاسي قبل أسابيع بإنشاء مجلس أعلى خاص بهذه الفئة فيما يقول معارض الرجل إن اهتمام الرئيس بالشباب مجرد شعار يحاول من خلاله كسب المزيد من ود وتأييد الشباب ويضيف هؤلاء أن الاهتمام بالشباب ينبغي أن ينعكس على حملة الشهادات العاطلين عن العمل والذين يحتجون من حين لآخر أمام القصر الرئاسي يؤدي الرئيس الموريتاني محمد العبد العزيز من حين لآخر زيارات ميدانية مفاشئة لبعض المؤسسات الصحية والتعليمية خلال بعض المناسبات الخاصة وفيما يقول أنصار الرئيس إن الهدف من هذه الزيارات هو الاطلاع عن قرب على واقع هذه المؤسسات وسير العمل فيها يقلل آخرون من شأنها ويعتبرونها مجرد دعاية إعلامية نتابع التفاصيل في تقرير التالي عودة الزيارات المفاجئة للرئيس محمد العبد العزيز في أول أيام عيد الفطر المبارك الرئيس الذي زار المستشفى الوطني وبعض المراكز الطبية بدأت بعض الأصوات المعارضة والصحفية تتحدث عن خلو الزيارات الأخيرة للرئيس من أي طابع للمفاجئة في ظل حضور الإعلام الرسمي والترتيب المسبق داخل أروقة المستشفى الوطني والمراكز الصحية للزيارة المفاجئة في حين يقول أنصار الرجل إن الزيارات المفاجئة عرف دأب عليه الرئيس منذ اعتلائه السلطة في البلد وإن فتحت الزيارة الأخيرة السجال حول واقع الصحة في موريتانيا وما تعانيه المستشفيات والمراكز الصحية من نقص في المعدات والأدوية وسط مطالب المواطنين بضرورة إصلاح القطاع الصحي في موريتانيا وهو وعد أطلقه الرئيس والعبد العزيز في مختلف خرجاته الإعلامية وزياراته للداخل الموريتاني للإطلاع على وضعية القطاع الصحي هناك جدل زيارات المفاجئة يقول المراقبون بأنه سيعيد الحديث عن الاستخدام السياسي والغزل الغير المعلن للمواطنين على ضوء حوار سياسي وتعديل دستور شبها للمعارضة الموريتانية وما زال النظام ينكره وينفيه توفي شخص وأصيب ثلاثة آخرون بشروح في حادث سير وقع أول أمس بالعاصمة وكشوط الحادث حصل عندما كان الشباب يقومون باستعراضات بهلوانية على الشاطئ حيث انقلبت السيارة وتوفيها أحد الأشخاص الأربعة الذين كانوا على متنها فيما أصيب الثلاثة الآخرون بشروح ونقلوا إلى المستشفى هذا وقد عرفت وتيرة حوادث السير في موريتاني ارتفاعا خلال الآوينة الأخيرة خصوصا على طريق الأمل تفاصيلوا أو فنتابعها في سياق التقرير التالي سلسلة حوادث سير أودت بحياة الكثيرين وأصابت آخرين بجراح تترى في موريتانيا كان آخرها حادث في نواكشوط أودى بحياة شاب وأصاب ثلاثة آخرين بجروح ما يفتح تساؤلات عديدة حول أسباب حوادث السير موريتانيا عرفت في الأعوام الأخيرة الكثير من حوادث السير للقاتلة ولحد الآن لم يتم تشخيص أسبابها على الرغم من وفاة المئات من مختلف الطبقات وزراء منتخبون أساتذة أطباء ومواطنون عاديون فيما يرى مراقبون أن الجهات المختصة تكاد تكون غائبة عن المشهد التهور والسرعة الزائدة والجهل بأبسط قواعد السير تبدو أهم الأسباب التي أودت بحياة خيرة أبناء البلد اليوم أو غدا قد أكون أنا أو أنت ضحية لحادث مماثل بسبب إهمال الطرقات وتهالك السيارات أو تهور سائق على طريق هنا أو هناك ولا يسلم حتى المشات يقول الكثيرون إن استعمال الهواتف أثناء القيادة والسرعة وربما جهل قواعد السير بين أسباب أخرى تلعب دورها في زيادة الحوادث في الجهة الأخرى يرى الكثيرون أن فرقا للمراقبة والفحص الفني من قبل وزارة التجهيز والنقل غائبة عن المشهد ومن مفرزات الوسائل الحديثة الرادارات للمراقبة والضبط وهذه غير موجودة والسلطات لا تضبط المسرعين وتبقى بقايا السيارات على الطرقات سواء في المدن أو على الخطوط الطويلة كطريق الأمل شاهدا حيا على مأساة لا يبدو أنها تؤرق المعنيين إذ لا نراهم يحركون ساكنا فيما تشير الأرقام السنوية إلى عشرات القتلى ومئات الجرحة ما يجعل هذه الحوادث عائقا أمام مدى الحياة ما يجعل الحوادث المرورية في موريتانيا تحتل المرتبة المتقدمة للعوامل المودية بحياة المواطنين الأبرياء نظمت مبادرة أسعد تسعد بتعاون مع جمعية الإرادة للثقافة والتنمية وجمعية المسرحين الموريتانيين حفلا خاصا بالأطفال المصابين بداي السرطان في موريتانيا الحفل تضمن فقرات إنشادية وعروضا مسرحية كما وزعت على هامشه هدايا لبعض الأطفال المصابين بهذا الداء المزيد من التفاصيل في التقرير التالي شاعر مستخلط دحسة جديدة رأسه متخلط كيبر قاصيد بهذه الحركات الكوميدية المعبرة يحاول هؤلاء الفنانون رسم البسمة على وجوه أطفال مصابين بمرض السرطان تزامنا مع أفراح إيد الفطر المبارك جمع المرض هؤلاء الصغار في كنف واحد وزاولوا براءتهم الطفولية بعيدا عن مستشفى الأنكولوجيا الذي دابوا على زيارته من حين لآخر تعاونت معنا جمعية المسرحين الموريتانيين جزام الله خير وأقمناه في هذه القاعة المعروفة عنها قاعة عروض ذقافية دائما واحتفالات ذقافية ونتمنى لكل أطفال موريتاني الصحة التامة والوافرة وعيد سعيد إن شاء الله وجد هؤلاء الصغار من يسألهم عن أحلامهم المستقبلية وطموحاتهم وهو الشيء الذي قد يساهم في إعطاء بريق أمل جديد لهذه النظرات البريئة التي ارتسم على وجوهها السرور ولو لمرة واحدة بعيدا عن جدران المستشفيات جمعية أسعد تسعد هي جمعية شبابية منظمينها مجموعة من الشباب جهود ذاتية هدفنا الرئيسي هو مساعدة المرضى المتابعين في مركز الأنكولوجيا في نواكشوت وخصوصا الأطفال منهم النشاط الرئيسي الذي نعدره هو زيارات أسبوعية للمركز نجبر الأطفال نتكلم معهم نقبضهم عندهم أمنياتهم يعني نساولوا كل طفل الشيء هي رواية لتبقى تحقق ونمشوا نحن نحقها له في الأسبوع القادم نجيبها له معنا ربما كانت ضالة الصغار تتمثل في جمعية أسعد تسعد التي حاولت أن تكون الأمة الحنونة لهؤلاء الأطفال حيث باتت تحرص على زيارتهم في المستشفى وتنظيم حفلات روتينية لصالح الصغار إلى هنا مشاهدنا الكرام نصل نهاية هذه النشرة وقد تابعتم فيها الوزير الأول الموريتاني يقول إن تبكين الشباب والاهتمام به اعتبر رهانا حقيقيا ويدعو إلى كسبه من أجل تحقيق التنمية ثلاثة مواضيع رئيسية على طاولة مؤتمر منتدى الشباب الإفريقي للتنمية والسلم المنعقد بالعصمة واكشوط على مدى ثلاثة أيام ارتفاع وطيرة الحوادث في موريتانيا خلال الآونة الأخيرة وحدث سير بن واكشوط يخلف قتيلا وثلاثة جرحا يمكنكم مشاهدنا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة الثانية موجز إخباري بحول الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة